بالمناسبة ممكن ان احنا نحط مرهم بس انا هقولكم ليه مش هنحط مرهم على طول لان ده تمهيدا للتصرف التاني اللي بنعمله التصرف التاني هو ان احنا بنتوجه الى اقرب مركز اشعة اقرب مركز هتقولولي الموضوع بسيط رويا حضرتك قلت لنا ما نتطمن قلت لكم نتطمن انما ما نهملش لان المفروض نعمل اشعة على الكف او القدم المصاب سؤال هل الاشعة ضرورية الاجابة ايوة الاشعة ضرورية طبعا طب مش حضرتك قلت ان الدنيا بسيطة والكلام ده كله اه قلت ان الدنيا بسيطة لكن في ضرورة ان احنا لازم نتأكد من عدم وجود مشاكل جراء هذا الحادث حتى لو كان طب الطفل هدي بعد شوية احيانا الطفل بيهدى بعد شوية من الموقف برضو الاشعة ضرورية للاطمان وعايز اقول لكم بقى كلمة سريعة جدا هنا وملحة جدا جدا عادة الناس لما بتعمل اشعة في تخصص في معاهد التمريض والاشعة بيبقى في حد مسؤول لو كل الاحترام اسمه فني اشعة تمام اطباء الاشعة دول بيكونوا موجودين اه موجودين على الاجهزة الكبيرة مثلا زي الرانين المغناطيسي او الاشعة المخطعية عشان ينبهوا للأوضاع وياخدوا الوضعيات اللي بيحتاجها الفحص المطلوب فني الاشعة دوره لا يقل في الاهمية عن دور الطبيب الاشعة فني الاشعة هو اللي بيوجه حضرتك للوقوف او انك تبقى واقف مثلا بجنب او انك تحط ايدك بطريقة معينة او تاخد نفس بطريقة معينة وهكذا طيب انا ليه جيب تصير تفني الاشعة المحترم انا بقوله هو لانه جرت العادة عندنا في بلدنا ان الناس لما بتعمل اشعة يقولك دايما ايه لما حد بيعمل اشعة انا بتكلم على الاشعة العادية على فكرة احنا هنعمل اشعة عادية خالص اللي هي اشعة اكس او بنسميها اكس راي بيقولك طيب ثواني بس نتأكد ان الفيلم مضبوط او تمام وبعد كده ممكن نتحرك بقى من مكان الاشعة نخرج خارج مكان اجراء الاشعة جرت العادة ان احنا بنسأل فني الاشعة ايه الاخبار الوضع كويس ولا مش كويس اهو كذا فيه اوقات كتيرة الحقيقة فني الاشعة ما بيدليش بأي تصريحات وده الصح لانه هو ليس لديه الامكانيات انه يقرأ الاشعة يقرأ الفيلم فيه احوال بيبقى فيه ناس عرفة وعندها خبرة بس مش في الحالة اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي هو مش هيعرف ليه مش عشان قلت خبرة منه ولا عشان هو ما درسش الموضوع بس او كده لا السبب ان عظام الاطفال الصغيرين اصلا ما بتكونش مكتملة النمو علشان كده فيه ضرورة لانتظار التقرير الطبي يعني فني الاشعة مش هيقدر يحدد ايه الليجين او ايه المشكلة اللي حصلت سواء كان حصل مثلا كاسرة او ما حصلش او فيه كدمة او فيه ما الى ذلك مش هيبان لان اصلا اراية اشعات العظام بالنسبة للاطفال شيء في منتهى الصعوبة علشان كده بتحتاج التخصص الطبي الدقيق اللي هو خاص بطبيب الاشعة او طبيبة الاشعة فعشان كده انا بقول لحضراتكم ما تسألوش فني الاشعة في حالة الاطفال ولا في الكبار بس ما تسألوه هو المهنة لها كل التقدير والاحترام لكن ما ندخلش بقى الامور في بعضها زي بالزبط كده ما نروح لصيدلية واحنا بنصرف الرشدة فنقول له ايه اصحنا كنا عند الدكتور في التخصص الفلاني هو الادوية دي حلوة ولا وحش وما فيش حاجة اسمها كده تمام ومرة تانية وتالتة وعشرة لهم كل التقدير والاحترام لكن انا بقول وكتير منهم اوي الحقيقة بيقولوا كده يقولوا لأ انتظروا التقرير كتير اوي اوي بيقولوا هم بيسبقوا يقولوا احنا ما نقدرش نقول حاجة انتظروا ايه التقرير طيب اذا كان التقرير الخاص بالاشعة بيقول ان ما فيش مشكلة بنكتفي باللي احنا عملناه لحد دلوقتي لغاية ما يحصل الشفاء وبياخد وقت حسب شكل الاصابة طبعا اما اذا كان هناك مشكلة او اشتباه في التقرير بقى مكتوب مشكلة او اشتباه في وجود مشكلة فلازم نعرض الامر على طبيب عظام فورا زي ما قلتلكم المسألة بتاخد وقت لحين عودت الشكل الطبيعي للصباع المصاب او الضفر او الجلد المحيط به احيانا على فكرة بيكون فيه اضطرار لسحب الدم من تحت الضفر بمعرفة الطبيب واحيانا برضو بيكون فيه علامات خطر اذا ظهرت في اي وقت لازم التوجه الى طبيب العظام او الى المستشفى قسم الطوارئ على طول ايه العلامات دي في اصابات باروس الاصابع العلامات دي كالتالي نزيف خارجي يعني قطع كبير موقفش حصلت حرارة حصل ارتفاع في درجة حرارة جسم الطفل بعد مرور 24 ساعة الى 72 ساعة يعني من يوم الى 3 ايام بعد حدوث الاصابة لان دي هنا بيكون فيه خطورة لامكانية حدوث لقدر الله تلوث في مكان الاصابة واحيانا بنحتاج حقن يعني ضد التيتانوس وفيه مضادات حيوية بتتاخد يعني فيه اجراءات طبيعة تتعمل كبيرة قوي وبرضو الحالة الطرقة التالتة هي خروج اي افرازات من المنطقة المصابة الف سلامة وزي ما قلنا نتطمن وهو حدث غالبا بيحصل لكل الاطفال في وقت ما من عمرهم لكن برضو بالاحتياط وبالحذر وبالمتابعة الدقيقة ليهم يعني بنحاول قدر المستطاع ان احنا نتجنب هذا الظرف او هذا الحدث المؤلم